السلام عليكم أمامنا حشرة في منتهى الصغر تحتاج إلى عدسة مكبرة لتتمكن من رؤيتها إنها العنكبوت آفة زراعية قاتلة جدا تأتي على الأخضر واليابس لاحظوا صغر هذه الحشرة حاولنا تكبير الصورة لو لاحظتم فهي تتحرك ببطء أعراض هذه الآفة تتمتل في تجعود الأوراق كما تشاهدون كذلك تتجمع الأترب أسفل الورقة وكذلك خيوط عن كبوتية مجهرية لا تكاد ترى بعدها تزداد الورقة سفرارا وتجعودا ثم تتساقط وتتلف إذا ظهرت عندك هذه الآفة وتمكنت من تشخيصها مبكرا مثلا في هذه الشجيرة تقوم بتقليم جميع الأوراق حتى لا تنتشر العدوى هذه الأوراق جمعها في كيس بلاستيكي وأحكم إغلاقه واتركه تحت أشعة الشمس فإن الحرارة والقطاع الأكسجين يقضي على هذه الحشرة إنما عليك أن تبعد الكيس عن حديقتك وحدائق جيرانك حتى لا تتسبب في العدوى الإجراء الموالي الفعال هو أن تحارب هذه الآفة محاربة كيميائية وعليك أن تقوم برش جميع نباتاتك لأن احتمال وجود هذه الحشرة بكتافة وارد جدا لا تعتمد على بعض الطرق البديلة لأنها غير مجدية ما دامت الإصابة تابتة هذه الطرق البديلة تبقى عبارة عن وسائل وقائية وليست علاجية إطلاقا عليك أن تستعمل بوبيث حشري من مدة فعالة تسمى بالأبامكتين الأبامكتين هو البدة الفعالة التي تقضي على الأكاروسات العناكب وكذلك على الحلم غيرها لن يجدي مادمة الإصابة كما قلت تابتة المقادير اعمل واحد ملي من مادة الأبامكتين في لتر من الماء أضف إليه ملعقة صغيرة من زيت المائدة أو زيت المطبخ وملعقة صغيرة من شامبو الأطفال أركز على شامبو الأطفال المعروف الذي لا يسيل الدموع فهو من حيث الرقم الهيدروجيني يناسب البراعم والأوراق الفتية حتى لا تتعرض للتلف اخلط ثم قم برش نباتاتك بالكامل رشة كاملة وأعيد الرشة بعد ثلاثة أيام وأعيد الرشة الثالثة بعد خمسة أيام قد تتساءل ما دخل الشامبو وزيت المائدة الشامبو هو عبارة عن مادة لاصقة تساهم في إلصاق هذا المبيد على الأوراق لمدة طويلة والزيت مادة ناشرة فعادة ما تعمد الشركات المصنعة إلى إضافات مادة لاصقة ومادة ناشرة ولكن لزيادة المفعول وزيادة النجاعة فإن لإضافة الشامبو والزيت ضور مهم جدا وقد قمت بتجربتهما أكثر من مرة وكانت النتيجة مبهرة جدا وحرصا على الوقاية قبل العلاج نقوم برش وقائي مرة في الشهر أو خلال شهر ونصف أذكر بأن العناكب خطيرة جدا وآفة مذمرة للمحاصيل الزراعية والثمار وحين أتحدث عن العناكب لا أقصد العناكب التي تعيش معنا في البيت هذه عناكب من نوع آخر مجهرية تأثيرها خطير ومذمر على المنتجات الزراعية وكما هو معروف الوقاية خير من العلاج إخوان أخوات متتبع قناتنا الأفاضل لو عندكم استفسارات أو أسئلة حول كل ما يتعلق بالزراعة فلا تترددوا في طرحها وستجدوننا بحول الله رهن إشارتكم دمتم سعداء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته